بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل اصحابي اخواتي اللي مشرفيني ومنوريني على القناة اخباركم ايه يارب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال الزمالك بيكسب الدخلية واحد صفر وبيكسب الثلاث نقط بعد مباراة عصيبة قدر نادي الدخلية يقفل مساحات ويتكتل دفاعيا عشان يخنق لعيبة نادي الزمالك السبب في ده كله تشكيل جمز اللي كان نازل انا عارف ان هو الراجل لازم نصبر عليه شوية لان الراجل برضو بيجرب بس التشكيل لما زبط الدنيا كان بعد فهات الاوان ولولا هفوت مدافعين الدخلية في ان هم يسيبوا مساحة لعمر جابر ان هو يسجل الهدف ولولا طبعا تقلق محمد مجدي حارس مرمى الدخلية كان المباراة كان لها كلام تاني وزي ما قلت في الفيديو اللي نزلته قبل المباراة ان المباراة الزمالك بمعنوياته بصفقاته جديدة والفوز اللي بيجيب فوز واللي لسه كسبان برا ارض ومباراة بوسليم ولعب اداء ونتيجة واستحواز وكل حاجة قدر يعملها في الكرة اكيد اكيد ان هو في مباراة الدخلية هياخد التلات نوعات بسهولة لكن تأليف الجمز او التشكيل الغلط او التشكيل التجريبي بيبلاش نحكم على الرجل ونقول ان هو بيهبد او بيقلف او بيعمل اي حاجة ان هو كان مريح ناس كتير من التشكيل او مستبعد ناس كتير من التشكيل فبدأ بناس تانية فكرة ان هو كان عايز يجرب برضو حتة ناصر ماهر جنب عبدالله السعيد في مباراة واحدة او في تاني اا دي كانت فكرة دي كانت فكرة حابب يجربها ولما ما زبطتش عدل كل تغييراته اللي عجبني النهار ده بقى في جمز ان كل تغييراته او كل تبديلاته كانت بتغييرات يعني مش مجرد ان هو بيعمل تغيير بتغيير لقى ده تغيير وتبديل في قلب الملعب دي عجبتني بس الفكرة ان برضو ان انت بتلعب الدخلية طب لما انت تفتح دفاعك الفتحة الكبيرة اللي انت طلعت فيها مثلا واحد زي فتوح اتخرقته من الملعب اللي هو الباك الشمال لما كنت بتلعب باربعة ورا طلعت مصطفى الزناري بعديه اا لو بتلاعب فريق كبير لو بتلاعب فريق عنده سرعات لو بتلاعب فريق عنده تحولات هجومية اا سريعة كنت هتعمل ايه اكيد كان هيزعل واكيد ما كانش هيعمل كده بس انا بافترض افتراض ان هو لو حاب يجازف نفس المجازفة ديات قدام فريق كبير فالراجل لسه برضو ما قراش بقيت فرق الدوري لسه بيكتشف الفرق يعني اا اكيد الجهاز المعاول اللي معاه واكيد هو ما عندوش الوقت الكافي برضو انه يشوف كل الفرق او يتفرج على مجارات اليوم لان الدنيا مضغوطة بعد التوقف الدولي فده الراجل ممكن اعذره فيها لكن في فكرة الجراءة وفكرة ان هو بيحب يغير بسرعة لو الحال مش ماشي مع النادي او الفكرة اللي هو عملها مش ماشية بيغيرها بسرعة دا اهي جوزي جوميز عليها لانو عندو الراجل ده بيبير لي ان الكوتش واقف مصح صح مذاكر المباراوهي شغالة متابعة كل حاجة مش سايبها للظروف او بيكتهد بيرمي التشكيل او بيرمي التبديل وييسيبها كده على الظروف لا الراجل مقاري ويغير يعني بداية اصلا عمر جبر لما نزل كان بيلعب ناحية الشمال او كان بديل لحمة فتوح ولما ما زبطتش طلع حب يزود مهاجم ثاني او ثالث وراح جايب ميشيل مصطفى الزناري ونازل مكانه اوباما عشان يلعب راس حربة ثالث مع سامسون اللي كان نازل اصلا مع ناصر منسي ففكرة اللي هو الاندفاع الهجومي وده نتيجة طبعا لسير المباراة او اداءنا دي الدخلية اللي كان متكتل بيلعب تقريبا تقريبا بكل لعبته في نص ملعبه الا المهاجم اللي نزله المدير الفن بتاعه مع امرا حسن مترب الدخلية لما نزل اللعب الافريكي يوسف عشان يعمل بانطلاقات او يعمل عليه محاطة يعطل بها القرى الرجل ما كانش عايز اكبر طموحه انه هو يتعادل مع نادي الزمالك فالزمالك بدأ اصلا بتشكيل غلط مع الدلو مع الوقت ومع لاسير المباراة ومع التعديلات والتغييرات اللي اعمالها ادر انه هو ياخد التلات نقط وده المهم او النقطة الفرقة دلوقتي لجمهور الزمالك انه هو مركزه في الدور مش احسن حاجة لعب عشر مباريات وصل للنقطة الخمستاشر في المركز الحداشر ده ميرضيش جمهور نادي الزمالك بس التلات نقطة دولت او اي تلات نقطة بياخدهم في المرحلة اللي جاية هتفرق في ترتيبه في الجدول حتت برضو الروتيشن بتاعت حراس المرمى هو دلوقتي اول مباراة لعبها قدام الاسماعيلي نزل محمد صبحي بدأ معاه تاني ماتش قدامه بوسليم لعب محمد عواد النهاردة لقناه بيرجع محمد صبحي تاني فالفكرة ايه ان في واحد هيلعب افريقيا مثلا واحد هيلعب في الدوري لازم يفاهمنا الحتة ديت عشان اصلا مركز حراسة المرمى لازم يخفي في روتيشن شوية الا الا الادياء الظروف لان نسبات الحرس مرمى واحد مش هيلفع تجاهز اتنين حراس مرمى ده يلعب ماتش وده يلعب ماتش هي كانت فكرة على طول من زمان في الزمالك بس دلوقتي ما عديتش نفع دلوقتي ما تنفعش لازم تثبت حرس مرمى دي انا شايفها حاجة هتضر فريق نادي الزمالك لو كل ماتش بيلعب او بيغير حرس مرمى لان المركز ده بالذات عايز سبات في التشكيل عايز يبقى الحرس واقف عارف ان هو بيتعامل معاملة الاساسي مش خايف من الغلط عشان ما يعودش الماتش اللي بعدية او الماتش اللي بعدية فالحتة دي ات لازم يغيرها جومز لو هو في دماغه ان هو يلعب واحد في افريقيا وواحد في مبارات الدورة الرجل برضو ماخدش وقت كتير وبعد خمسة واربعين دي اقا نزل مصطفى الشلب عشان يلعب جناح شمال لحتة اللي كان احمد فتوح بيلعب فيها لوحده لان ناصر ماهر غصب عنه ده مش مكانه جناح الشمال ده مش مكانه كان غصب عنه بينزل لمكانه الطبيعي اللي هو متعود عليه عشان كده ما شفناش اصلا حاجة لناصر ماهر لان لعب الجنا بكر بيلعب عشرة وممكن يلعب لك تمانية لسه لعبها مؤخرا مع مودرون فيوتشا لكن غير كده ما كانش بيلعب غير رقم عشرة بس الملعب مايستحملش اتنين بيلعبه رقم عشرة لما حتى مصطفى شلب نزل شفنا انطلاقات وشفنا مراوغات وشفنا خطورة لولا تقلق طبعا زي ما قلت محمد مجد حارس مرمو للنادي الداخلية كانت النتيجة فرقت من بدري لكن 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 المستوى لكن على مستوى الاستحواز الزمان اللي كان مستحوزت تقريبا بالنسبة كبيرة في المباراة نبيل دونجا والاسيست اللي عملوا في الهدف الهدف ده اصلا مفروض يتحسب كل الشغل اللي اتعمل فيه لأحمج مصطفى زيزو لانه سحب اتنين مدافعين وهو ده اللي عمل معاه اوفرلاب عمر جابر في نفس وقت بسط نبيل دونجا خلى عمر جابر هو المرمى الوحده او هو محمد مجد الوحده طبعا ما لقا الصعوبة ان هو يسجل الهدف بس له لا تحرق زيزو لانه نزل سقط لتحت سحب مع اتنين مدافعين هو ده السر كله في الجون او الفكرة اللي كان بيلعب عليها لكن ما كانش بيعملها مصطفى زيناري لكان لانه كان واخد تعليمات بالمراقبة الدفاعية او ان هو ما يتقدمش كتير لانه كان ساعات بيلعب بتلاتة وراء عشان يزود فتوح في الجابهة اللي كانت اصلا ميتة في الشوت الاول بسبب ان كان فيها ناصر مار اللي ما يعرفش يشتغل شغل الجناح مع الباك الشمال فانا شايف ان التشكيل مباراة ابو سليم كان احسن بكتير برضو المنافس ما كانش احسن حاجة المنافس ما كانش كوي طبعا كل ماتش وليه اللعيبة اللي ممكن تقدر بتعتمد عليها ماتش عن ماتش بيختلف فده طبعا لازم يبقى تحذير او تدريب او تجريب لجمز ان هو ما يلعبش التشكيل كتير وان هو يحاول يستقر على التشكيلة الاساسية لان اللي جاي للزمالك مباراة مهمة جدا جاي 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 تحديات جاي برضو تحديات للزمالك ما ينفعش فيها التجربة يعني زي مثلا ماتش انهاء الكاس خلاص هنعدي ماتش صورة خلاص هنعدي ماتش صورة الجين اللي هو هيتلاعب يوم الحد هيجيله بعد كده انهاء الكاس بعد كده يرجع فيه توقف دولي طبعا ممكن في الفترة ديت يقدر ان هو ياخد وقته بقى يشوف بقية فرق دوري ياخد وقته ان هو يدرس بقية الفرق كل فرقة بتلعب ازاي يدر يعمل معسكر مثلا المصغر مع اللعيبة اللي هتبقى معاه يقدر يكتشف كل واحد بيلعب فيه لان الرجل برضو جاي في وقت ديق ودخل على مباراة على طول منها كمان مباراة كانت رخمة قدام الاسماعيلي على ملعب اسماعيلية فالرجل ما يلحقش يشتغل ما يلحقش يشوف في الدنيا كلها فكرة ان هو استبعد لعيبة كانت بتلعب في مباراة ابو سليم زي احمد حمدي ومتيابة اللي قلت عليهم ان هما قدموا اداء كويس ماتش الاسماعيلي كان ميلعب محمد شحاتة ومن ساعتها ما خدش غرف جزء صغير في مباراة ابو سليم النهاردة ما شوفناش محمد شحاتة بيعتمد برضو على القوام الاساسي شكابلة طبعا غايب للاصابة لكن غير كده لازم يسبت تشكيله عشان هيواجه تحديات الفترة اللي جاية لازم الجمهور مش هيزبر عليه لانه داخل في وضع في الدوري مش احسن حاجة داخل على مباراة فينال او مباراة بطولة اللي هتتلاقى قدام النادي الاهلي المباراة دي برضو جماهيرية كبيرة ومهمة جدا لنادي الزمالك فلازم المدير الفني او لازم جوزي جومز يركز او يسبت التشكيل ده كان كل كل كلامي بعد فوز الزمالك على الداخلية واحد صفر في مباراة الجولة الاربعتاشر الزمالك وصل للنقطة الخمستاشر في المركز الحداشر من عشر مباريات اه الف مبروك لكل الجماهير الزمالكوية واللي وصل معي لحد هنا انا بشكره شكرا جزيلا شكرا عن دعم وشكرا على المتابعة واللي لسه مشتركش في القناة هي ريت انزل اشترك في القناة فعل اشارات الجرس عشان وصلوا لكل فيديوهاتي اول باول ما انساش لك وشير لي الفيديو دعم لي ودعم للقناة اشتركوا في القناة